وقالوا اطلع ولا اجيب تحقق اجارة عسكر اجارة عسكر ما بيجيبهاش على اي اساس جيبها قال لا اجيب اجارة عسكر وطلعت ما بيش معهم اي رسالة قانونية ولا اي رسالة من البلدية يجي يقولوا فلان اطلع ولا كذا ولا شيء ولا اجي او بشكل بتاع السفي واللي حصل لهم اجي او اخذوا الزبون منها مصدلية فقط اجي قال لهم يا جماعات فهموا بفدو المعروف انه هذي الرسوم الحيض هذه تدفعها شركات ما اجيبها مش خبره شلوه فوق الباص اخي اتصلت لو قلت رجاء انتي تخارج الزبون لانه عايب عايب في حقنا انه يجي واحد زون عندنا في السايدلية ويجي واسحبوه السجن سالحق الباص مجرد ما اقول لهم انا من السايدلية فلان على طول نزل الزبون واخذه فيه باص حكومي حفلة عليها خط برسطاني بصمي البنادية الابطون الابطون بعد تشعر الله يلعنا الي الجح موسيقى موسيقى المتر ومستلصة أنت المتر اللوحة موسيقى المتر اللوحة 11 ألف موسيقى ليس لهم حق على الإطلاق وما يعلق أكثر من 50 إلى 60 ألف لوحة تعريبية على المحلات الآن التجار عليها ليست لوحة إعلانية وإنما لوحة تعليفية مفروضة على التجار بموجب ثلاثة قوانين وليس بقانون واحد. قانون الاسم التجاري قانون الاسم التجاري. قانون الاسمات الجارية. قانون الاسمات الجارية. ايو. 2000 ريال في الجانو. معكم اوراق. معاكم اوراق. معاكم اوراق. اشعارات عندهم. اشعار من اول. احنا قديني بجابة. اوراق معاكم اوامر بذلك. ما بش من دول اوامر. قلوا ناراق. التكليف اخي دي التكليف. اه هذا التكليف. اولا دول تكليف. لحظة. اه. هادي اغل مأحل. اشعار لحظة يا اي جني. هاذا 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 لان. بعد الاشعار عندها الحرمة. عندها خطو مطر يطلع ليش. ما بس واحد بسؤول او يجي. هذا نفسها. اللي عمل للتجان. قال بعد ايش. هادم عشان يوم واحد من اشعالكم وننجيهاكم. ايو. ايو. هاذا من الولي اعمال. هاذا من المأحل ما بلو حرمة. ايو. ايو. اشترى يوم ما بيش واحد. خلينا اعمل ده. او بعد الاشعار. على اساس انت انت رجع. نحن معنا معنا دعاية من شركة تدوية. بجي تعمل دعاية من دعاية. بجي تعمل دعاية. من بحرية كانت. لا 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 نعلينا علاقة بالضعاية. ولا نحن نريح اجي. انا استادر لي لما يتكلم يقول لك انا معي. هذا الأربع سنين أو خمس سنين لا با لا خمس سنين غير مرخص أشعرنا كلمراء الأولى الثالث يوم تركز انته بسك تركز لا أربع سنين خمس سنين ها احسألوا كلهم يجوهوا بسكتار يحتلوا ممدي طيبتينهم وحد ثلاث أيام يومين أربع أيام عشر أيام هذا واحد لا لا الشلة واحد ووظف يد اليد ووظف ملدنا ديه يد اليد يد رعي سدد دي هو محترم يد رعي سدد ودي ما اهو شي محترم يدين ميسي انكي نفسك لما تجو بيوضع البلاد انه طريقي قانونيه هاد اشتقي احد او اشعار او اي شي تفتع المعادة اطراعي السديدين هو عليك بحسب النقام سمعت الله وهذا تدوني الاشعار الاول والدان والتاني والتاني والرابعة وفات والله العظيم نيرمي على هذي قلت قولوش ربوه ورمو بوجات يقطع يقطع والله يقطع الاشعار يقطع يقطع فضلي هاد و هاد الاشعارات هذه الإشعارات التي رميت أمامنا بشكل عشوائي لا تخص أي من الأشخاص الذين كانوا في الباص حيث لا يوجد على أي منها مرجع أو تريخ وكل ما عليها أسماء لمحلات تجارية محددة لمقاسة تلك اللوحة وفي الباص وعدنا موظفوا البلدية بإطلاع ما على سجلات المخالفين الذين كانوا يستقلون الباص من وثائق تتعلق بالإرسال والسلام فإذا بنا ندخل من مكتب إلى آخر للبحث عن مكتب لسجلات لكن من الواضح أن أحدا لا يعرف إذا كان لهذا المكتب من وجود تعلق فتوهون وتهنى في دهليز هذه المؤسسة التي تبج بمواطنين يشتكون حالهم تشتكون حالي حاومات التجارية حاومات النقاط دافع اي مبركة للرخص مدينك جاري وضي حكم دستوري للمحكمة الالياء سير الدين للحكمة دين الحكمة ورك المدين مش ورك انت هيا بروض ما دا باعي يحولوا المياه دستوري الحبس المخالف الذي يشعر ثلاث مرات دي ورقة لا تدخلش ولا تدخل لا تدخلش لا تدخلش لا تدخلش ايه المنطقة ايه 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 مواطن صالح مشكلة مع الحبس الغير قانوني الاكثر اكثر من ثمانية واربعين ساعة لا تدخل لا تدخلش لا تدخل دخلش ايه ايه اكثر لك الكاميرا لا يريدوا ان يطلع الرأي العام على ما يجري في هذه المواطن اه هناك اه التعامل عشوائي مع حرية المواطن مع كرامته انا اراهم ان اي اجنب لو دخل يستثمر وتعرض له مثل هذا الموقف ان يستمر يوما واحد في اليمن ايه ثلاثة الف ريال حق ايه ثلاثة الف ثلاثة الف حق لوحان ما لوحان ايه دخل موضوع هذا ايه واحد بالشارع اسحبوه الاطول دعبني احنا متضعودين بالبلاد هذه صاحب الشعب طيب اول منوصل يقول لك في ايشعار قبل ايشعار اللي تسلمتم مني ثلاثة الف غير حق البوابة السماسرة ما بش ايه صال مفيش ما يردو مرداني عمل دوء ملتزم ان انا بطلع مرداني على ايش انا شعارش على اسحب ايش بطلع ايش موضوع اللوح هذا بس طلعونها فقلباص على ما يقول لك بيطلعوا على طول لعند المدير يجبوش الموضوع صح على طول طلعين لحبس تدفع المني ما شاء الله لا حمامات لا تهوية كأن نحن تعرفي الأبقار والأغنب لو دخلوا فيها ما تقنشد الساعة أنا أعتقد أن المعتقلات يونتناموا أرحم وأفضل ألف مرة من هذه المعتقلات غرف صغيرة عبارة عن كونتينيرات يضخ بداخلها من ثلاثين إلى مئة يعني لا يستطيع أحد أن يحرك فتفيه ما بين فقط المحجزين في هذا وكل ما اندفع فرج مبالغ لا بسندات رسمية ولا تدخل جيوب خاصة بكل تأكيد ونحن جازمين ولا نتردد ولا نخفي وجهنا في قناع مستور هذه السجون الخاصة في المناطق هي مخالفة للقانون مخالفة للدستور مخالفة للقانون طرمين السجون وقد سبق التواصل مع النايب العام ومع وزارة العدل ومع مجلس القضاء ومع رئاسة الوزراء وكانت التوجيهات بإغلاق هذه السجون وعدم استخدامها لكن الحالة يبدو أنها مصدر رزق وقتيات مثل هؤلاء الموظفين التفايليين على الموظفة العامة الحكومة المركزية تسحب الجنسية 860 عائلة بعد أن اعتبرتهم سوريا لم تقم الحكومة العراقية بإلغاء الجنسية عن الذين ألغوا جنسيتهم أكثر والأنبار تقول إن الغرار غير دستوريا وظالم من العراق الجمعة السابعة والنصف على شاشة العربية 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 تقتره منك أكثر الآن بإمكانك أن تتواصل مع الحدث وتتفاعل لتصنع الخبر أينما كنت فيسبوك العربية دوت نيوز تويتر العربية يوتيوب العربية تواصل تفاعل العربية جمعة الغضب اليوم الذي شهد أكثر من 77% من الإصابة بالرصف الحية اشتركوا في القناة ويجب أن تعرفوها أن الفساد يسبب الفقر لا تصدقوا من يقول العكس أن سبب الفساد هو الفقر أبدا لأنه بدون وجود فساد المجتمع يعمل طموحه يكبر الاجتهاد يكون أكبر لأن الفساد يكبح يقلل من الطموح بالذات في الأفصال والشباب الانخراب في ممارسة الفساد يرفع من كلفة الإجراءات ويقلل من مكانة بيئة الاستثمار ويساهم في تعمق حلقة الفقر المفرغة في الجمال نرافق اليوم حسن إلى المحكمة ولد حسن مشكلة أرض اعتد عليها أحد الأشخاص وصدر الحكم لصالحه قبل عشرين سنة مع إحالة المعتدي إلى نيابة كونه اعتد على ملك الغير لكن المعتدي يقوم في كل مرة يستدع فيها لتنفيذ الحكم بدفع مبلغ من المال لإيقاف عملية التنفيذ ويأتي حسن بدوره ويدفع هو الآخر مبلغا من المال كأتعاب لرجال الأمن من أجل إحضار غريمه ولإجباره على تنفيذ الحكم وهكذا خسر حسن خلال تلك السنوات مبالغ باهظة ومعها خسر إمكانية استرجاع حقه يوما من قبل كأتعاب لرجال الأمن ومعها عادة الشزاب نحط ولباللحبها ومش موصل أه بدل يستغرب كل ساعة خلوس خلوسها قل ما عشنا يجع يعني فكر هلو كل شي اللي زرع سالك في الله والله العظيم النغر يتم الدنيا كم قتاع بدخل غرام حله عادة بيتغرب عادة زيد الحين الشي نجيه جمب الزبائن ممش كم حكم كم ربيلان داري أحسن ما سأشعني على حيندي منها لا راسم أنا حسن لتعرضات المالية أنا احترام خير احترام يعني باني بارهن بس نجزونا من دي شمع نحن بلاحق نحن ندخلهم نخرجون كل ما دخلنا خرجتهم بعد مرور سنتين على التصوير الأول مع حسن نلتقي به ونسأله عما السجدة في قضية في القضية لا أشرين سنة من يوم صدرة الأحكام يعني طرح ذنيديك هذا المذكرة كم يعني مراسلات يعني من وزير الداخلية إلى يعني مدير أمل الأمانة إلى مدير المنطقة يعني ما يخرج أي قوة لا يعني يأخذ أقل حاجة يعني مبالغ مبلغ قدرة لازم تدفع طيب أدفع مش مشكلة أدفع وأنا يعني قضية مش مشكلة لكن المشكلة تدفع وبعدين تعيد يعني بنفس الصيغة الآن يعني هذا المذكرة تمكررها بنفس الصيغة تشوي ما طلع حضينا بنفس الصيغة ويعني يدر له أحد في حلقة مفررة على سبيل المثل إذا تم إحضار شخص يعني عبر مذكرة يعني أمر قهري مثلا يعني شرط القضاء يقول يجي بالأمر يجي بالأمر يعني يقول لك هلا عطني الأجر حبي تعطيه الأجر حج يروح إلى عند غريمك إذا شعف غريمك بعض الأخلالات الموجودة والتي تسبب في استياد الجرائم وغيرها أقول لكم ونؤكد لكم أيضا بان مثل هذي الاخرارات بتضر بالاقتصاد الوطني الشخص عندما يمس في البيانات يبيع وطنه لماذا لا يتم تفعيل برمت العين في المطارات وفي المنافسة البرية والبحريات بالحاج من تقول له مجل مضوطين الامنيا الى جمهوري اليمني بدي يقول احيانا انه مثلة الدخل ومثلة المرتبة اللي بيتقضاء الجندي والفرد اللي بيجي هذا المكان يعني لا يكفيه وبالتالي قد انه هذا ايش يخليه يطاول انه يخدر مبلغ زي اللاقص من هنا او من هناك لكن هذا عمام وبوع كاركة او جريمة لا يبرر هذا الطلاع دان ما يتعلق بالاجراءات الاول لا لا احنا لاحظنا هنا ما يتعلق بالوسيل اللي هو الرئيس المباشر اللي فوقه كيف تسهل الاجراءات لهذا برغم انه في النوع من الخلال فيها وكيف كان تفسد الاجراءات عنده اذا هو اصلا ضرر انه يحاسب ايضا طبعا نحن سعداء لما ظهر في هذا الشريط الخطي والذي نعتبره عين ساهلة والعيوب هي موجودة في كثير من المؤسسات ولكن امامنا مهام كبيرة من المسؤول الاول الى المسؤولين الادهى منه في اي مؤسسة كيف نقضي على هذه الظاهرة هو تطبيق مبدأ التواب والعقاب طبعا هو مهم جدا ومهمة كبيرة الاقدام عليها يحتاج الى جساره ويحتاج الى جراءه رغم ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي هام بمدخله الجنوبي للبحر الاحمر والذي يعتبر اهم ممر ملاحي في المنطقة ناهك عن كونه بلدا غنيا بتراثه وتاريخه الحضري وتنوع تضاريسه الخلابة ما يواهله لان يكون من البلدان الاكثر جذبا للسياحات المتدوعة الى جانب ذلك فهو غني بموارده الطبيعية مثل الغاز والمعادن والثروة السمكية وتوفر الاي العاملة ما يجعل منه بلدا منتجا وناجحا رغم كل تلك الامكديات الانه يعتبر من البلدان الاكثر فقرا والتحديات الان تكاد لا تدع مجالا للشك في اقترابه من الفشل اذا لم تواجه الدولة التحديات بجدية وشجاعة من اجل ان تضمن نموه وزهارة وان تقوم بعدة خطوات اولها محاربة الفساد الذي ينخر بمختلف مستمياته ومستوياته في جسم المجتمع الجمالي ويفتك بمقدراته ويهدد التطور الآن لدينا قانونين في مجلس النواب وهو قانون مكافحة الفساد فسوف يتم تشكيل حيئة مستقلة متخصفة منذ التفاعة والذمة المالية المدخلة الرجال لمكافحة الفساد ومحاربة الفساد والباسدين عندما يصبح الفساد مشكلة كبيرة وتعجز الهيئات والسلطات المختلفة في الدولة على ضد او تحديم هذا الفساد تضطر الدولة الى ان تنشئ حيئة متخصصة في مكافحة الفساد مشكلة الهيئة في يوليوم من السنة الماضية 2007 بناء على انتخابات حرة ومباشرة عبر مجلسي الشورى والنواب وايضا انتخاب دم داخل الهيئة الانتخاب رئيس ونائب لرئيس الهيئة منذ انشاء الهيئة بدأت العمل في مسارين متوازين المسار الاول هو البناء الهيكلي والتنظيم للهيئة والمسار الاخر هو تفعيل قانون المكافحة الفساد الذي امشأت على اسره الهيئة أهلا وسهلا فيك للتفكرة سالة الدين أبو طالب رئيس خطاعة تعاون الزواني عظيم الهيئة العلية لمكافحة الفساد حيئة الرئاسة حيئة رئاسة المجلس أرثواء وخوات العضاء أولا أحب أعبر عن تعارفي فإن أتكلم مع برلمان الأطفال أولا أتكلم سويا عن هيئة مكافحة الفساد وثم ممكن أتلقى منكم أسئلة عن عمل الهيئة في كل دول العالم أو دول العالم الناجحة في مكافحة الفساد في استراتيجية تعتمد على ثلاث محاور المحور الأول هو الوقاية والوقاية من الفساد بمعنى أنه إذا فيه إمكانية حدوث فساد لابد من وضع أنظمة تمنع حدوث الفساد تمام؟ يعني أحد هذه الأنظمة أن يكون كل التصرفات والتعاملات تكون شفافة شفافة يعني معلومة لكل الناس المحور الثاني هي ما يسمى الملاحقة بمعنى أنه إذا رأينا فساد يجب أن يضبط ويجب أن يعاطف الفاسد هذا هو المحور الثاني ما هي الطرق التي نستطيع من خلالها مكافحة الوساطة وما هي أضرارها في المجتمع؟ المحور الثالث هو التختيث أو التعليم بمعنى أن يعرف المواطنين جميعا ما هي أشكال الفساد ويجب أن يكون عندهم الدراية بأن هذا فساد مثلا كثير من الناس لا يعلمون في حقيقة لا يعلمون أن الوساطة هي فساد لكن كل جميع الناس يبحثون عن وساطة أما للتوظيف أو لدخول المدرسة أو لعمل أي شيء فالوساطة فساد فيجب أن نثقف المجتمع ونقول لهم يا مجتمع الوساطة فساد يعني أعرف إش أساس المصطلح إنه مكافحة الفساد أو مكافأة الفساد لأنه في فرق كبير من المصطلحين لأنه إلي الآن والمشتدين متربعين حاطين الراجل على راجل جالسين فكراسيهم إذا تم تغيير وزير أو محافظ أو أي مسؤول يتم تغيره من وزارة إلى وزارة كأنه كنت تغير البوري وهذه كالمداعب طبعا بما أن نحن في دور لمانا الأطفال ولازم نناقش طبعي الأطفال فالفساد للدور الأكثر في التأثير على الأطفال فكيف للطفل أن يكبر ويحقق مستقبل وهو يعيش في مجتمع فاسد مجتمع كل المسؤولين فيه همهم بس مصالحهم بس وحبا أقول لك أن الفساد وحش كافر يعني نقضى على يهد ليقضى علينا وشكرا نحن كعضاء نتعلم كيف نكافح الفساد أول شرط لجهود مكافحة الفساد في أي دولة في أي دولة هو توفر ما يسمى بالإرادة السياسية يعني أن تقرر الدولة بكل هيئاتها من الرئيس إلى الحكومة إلى المجالس محلية إلى البرلمان إنها لا تحتمل ولا تقبل أي فساد اسمها احتمال صفر المدرس الذي يحضر عندما يكتشف يعاقب فورا عندما يكتشف وزير يقوم بخطأ يعاقب فورا وينزح من المكان المجلس مجلس النواب يجب أن يلفزم بكل القوانين والدساطير ولا يشرع لنفسه ونحن نرى مثل ما قلت في البداية إنه أخطر ما يصيب المجتمع من الفساد يعني كنتيجة من الفساد هو أن نصيب مواطنيها حالة ذهنية يعتقد فيه أن الفساد أمر حتم يعني الفساد موجود وليس هناك قدرة على مكافهتهم هذا أخطر حاجة ممكن تصيب المجتمع وبالتالي في الأطفال ما مدى انتشار عمليات التجميل في السعودية؟ وهل هي حكر على النساء فقط؟ واجه الصحافة مع داود الشريان الجمعة العاشرة على شاشة العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعض نجاح الثورة بعد ما تسهدأ الأمور كيف يتم تعامل مع هؤلاء المسازقة؟ مقصدين 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 مجمين مجرين الحمد لله ألا نزل أمام معركة طويلة ممكن يكون في شراب أين يمكن أن يكون خلال؟ الله أكبر ليبيا دينا حرة ليبيا ديناها رجالة من بعض نماذج الفساد الكبير والتي استطعنا أن نحصل على وثائق عما تردد بشأنها في الصحف قضية ديزل حيث تبين أن مؤسسة نفطية من القطاع الخاص تتعاهد بتزويد محطة كهرباء حزيز في العاصمة صنعة بكمية من مادة ديزل تقوم هذه المؤسسة باستلام كمية محددة من شركة النفط الحكومية وتقوم بنقلها بقاطراتها إلى المحطة يقوم المتعاهد بتسليم كميات المزود بموجب عددات خاصة به حتى تزيد عن الكميات المسلمة لها من شركة النفط وبنفس القاطرات النقلة للمزود والتي تكون مختومة بختم خاص بشركة النفط الحكومية ولذلك يقوم بتدوين كميات أكبر من تلك التي يستلمها من شركة النفط تقول بعض المصادر إن الكميات التي تمت إضافتها من قبل المتعاهد من خلال إصالات التسليم الصادرة منه من الفترة ما بين الأول من كنون الثاني في مجاير من عام 2007 وحتى الـ 31 من آذار مارس من عام 2008 بمقدار مليونين وثلاثمائة وتسسين ألفا وأربعمائة لتر ما قيمته بالريال ثلاثة وثمانون مليون وستمائة وأربعة وستون ألفا ريال بحسب سعر اللتر المعتمد للمتعاهد أي أن الكمية الوهمية المضافة خلال السنة وثلاثة أشهر كانت بمقدار مليونين وثلاثمائة وتسعين ألفا وأربعمائة لتر ما أرى عوالي هذه القضية هي تقريبا أكبر قضية تعاملت معها الآن أرى أن أخذ هذا الموضوع بمنتهى القدية لأنه كما قلت هذه القضية قد نشرت في الصحافة ويعلم بها المواطنون ويعلم المواطنون بأن الهيئة قد تعاملت مع هذا الموضوع ومنتظر نتائج حقيقية إذا لم يحصل عليها المواطن بإقناع ستكون الهيئة قد فقدت مستقيتها بالكامل بخصوص هذه القضية التقى عضاء هيئة مكافحة الفساد برئيس الوزراء الذي وجه أمرا لإيقاف التعامل مع هذا المورد لمحطة حزين ولكن القضية لم تنتهي بعد فاليمن مليء بقضايا فساد كبيرة أخرى يستفيد منها مسؤولون كبار في الدولة ورجال أعمال فاسدون لأن سمرار الفساد الكبير يشكك في شرعية ومصداقية دولة ويحد من ثقة المواطنين بمؤسستها كما يقدم المثال السيء لصغار الموظفين والمواطنين ويضع الأساس بثقافة تتقبل الفساد والرشوة والابتزاد طبعا مشكلة الفساد بيؤدي عندما ترتفع تكاليف التشغيل بالتأكيد في ناحية تنعكس على ارتفاع ثكلفة الانتاج وعندما تكون تكلفة الانتاج مرتفعة تكون المنافسة ضعيفة بالنسبة للقطاع الخاص وعندما تضعط منافسة القطاع الخاص لن يستطع أن يحصل على حصة سوقية مناسبة ومن ثم لن يستطيع أن ينموا بالتأكيد وإذا لم يستطع أنه لم يستطع أن يخلق وظائف للشباب الذين هم موجودين بيتخرجوا بالآلاف بعشرات الآلاف أنا أرى أن هناك شراكة تضامنية وشراكة مطلقة بين القطاع الخاص والحكومة للقضاء على ممارسات الفساد مثل ما قلت أنه هذه المرتبطة بالتشريعات مرتبطة بتوفير البيئة السليمة للعمل الجيد مرتبطة بإصلاحات لأي خلل ظهر عند الممارسة يمر اليمن بمفترق طرقنا فإما أن ينجح ويصبح دولة متقدمة أو يصبح دولة فاشلة ويقلل الفساد من قدرة اليمن على مواجهة الضغوط الاقتصادية والديمغرافية راهنة لذلك يجب على هذا البلد أن يحارب الفساد إذا ما أراد النجاح في مواجهة هذه التحديات مثل الحد من تنمي الفقر وإيجاد مواطن عمل جديدة وتحسين ظروف معيشة المنطنين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة